أيضا الآن الحديث مع الصحفي الفلسطيني من دير البلح أسامة الكحلوت في حال جهوز الاتصال أسامة تسمعني بشكل واضح نعم أسامة هل توفرت أي من المعلومات فيما تعلق بالغارة على حي التفاح والتي أيضا أصيب بها المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصر نعم لكن دعني أبدأ قبل هنا من منطقة دير البلح هناك اشتباكات عنيفة الآن تدور على شارع صلاح الدين على مقربة من أماكن تواجد الدبابات التي قطعت الطريق انطلاقا من منطقة القرارة التي هددها الجيش الإسرائيلي بالإخلاق قبل عدة أيام وأخلى جميع سكان هذه المنطقة والبلدة منازلهم باتجاه مدينة رفح والآن هناك اشتباكات عنيفة هذه الاشتباكات بالتزامن مع قصف عنيفة في محيط أماكن تواجد الدبابات على شارع صلاح الدين على مقربة مما يعرف مفترق أبو هولي سابقا أو مفترق المطاحن الدبابات هناك متواجدة بشكل كبير جدا قطعت الطريق كما جرى في النقطة الأمنية على شارع صلاح الدين مدخل مدينة غزة الآن يبدو مفترق الشهداء في الشمال قطعت المنطقة الوسطى مبدئيا مفترق الشهداء على مدخل مدينة غزة الآن الدبابات متواجدة على مفترق المطاحن المطاحن في منطقة دير البلح يعني قطعت هذه الدبابات الشارع الرئيسي شارع صلاح الدين انطلاقا الواصل بين دير البلح وما بين خان يونس ورفح تم قطع هذا الطريق الآن هو هناك طريق واحد هو الواصل الآن بين منطقة دير البلح ومنطقة خان يونس ورفح هو الطريق الساحلي طريق الرشيد شارع رشيد غربا هذا هو الآن المتاح أمام حركة النزوح باتجاه جنوب قطاع غزة حركة النزوح باتجاه واحد هذا عن العودة إلى الشمال يعني من الجنوب إلى الوسط ومن الوسط إلى الشمال يعني بالإمكان الحديثة لأن هناك حركة نزوح قد تصل إلى ثلاث مرأة المرأة الأولى تكون من منطقة الشمال قطاع غزة وغزة باتجاه المنطقة الوسطى والآن بعد محاورة إغلاق شارع صلاح الدين وكثافة النيرام في المنطقة الوسطى يضطر عدد كبير من السكان والنازحين بإكمال طريقهم عبر شارع الرشيد غربا بوصولا إلى منطقة رفح وهي المنطقة التي نصح بها الجيش سكان منطقة شرق خانيونت والتوجه إليها كمنطقة آمنة خاصة مع وجود هناك مخازن كبيرة لألونورو ونقل مقر عمليات ألونورو إلى هذه المنطقة أما إذا ما تحدثنا على الأحداث في الساعة الأخير نتحدث هنا عن اشتعال النيرام في محطة تسانفور شرق غزة في منطقة حيث تفاع هذه المنطقة تتعرض لقصف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية كما تحدث هناك نقل لأعداد كبيرة من الإصابات في هذا الاستهداف المباشر للمحطة في المنطقة الشرقية لمدينة غزة خاصة وأن هذه المنطقة جميع غالبية سكانها أخلوا منازلهم واتجهوا إلى مناطق جنوب القطاع ووسط القطاع هنا في المستشفى شهداء لأقصى عدد كبير من سكان هذه المنطقة لجوا إلى هذا المكان كمكان آمن ولكن هناك عدد كبير أيضا ما زالوا حتى هذه اللحظة داخل منازلهم لم يخلوا المنازل وبقوا داخل منازلهم والآن هذه المنطقة تتعرض لقصف عنيف وهي على مقربة من منطقة حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة تحدث هنا على أن أحداث متلاحقة خلال الساعة الأخيرة هناك استهداف لعائلة الجزار في شرق مدينة رفح هناك نقل لثمانية ضحايا من هذا الاستهداف المباشر لعائلة الجزار إلى الشرق من مدينة رفح بالإضافة إلى قصف أيضا آخر لمنزل في منطقة وسط خانيونس ولكن أيضا وجد الحديث على أمر رهام جدا هو أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت البوابة الشمالية لمستشفى كمال عدوان في منطقة جباليا هناك عدد من الضحايا والإصابات لهذا الاستهداف في منطقة محيط مستشفى كمال عدوان نتحدث هنا على أن القصف العنيف لمحيط هذا المستشفى في منطقة شمال القطاع أدى إلى نزوح عداد كبيرة بالآلاف من سكان منطقة جباليا إلى داخل المستشفى والآن الجيش يستهدف بوابة هذا المستشفى البوابة الشمالية والحديث هنا عن ضحايا وإصابات داخل المستشفى وأيضا حسب ما يرد هنا بشكل رسمي لأن الجيش هدد بتكرار قصف المستشفى خلال اتصال هاتفي على إدارة المستشفى وطالب بإخلاءه هناك مطالبات رسمية إذن مطالبات رسمية بإخلاء مستشفى كمال عدوان هل هناك مدة زمنية أعطاها الجيش الإسرائيلي؟ يعني يبدو أن الحديث هنا بالنار وليس بالاتصال الهاتفي لأن سبق هذا الاتصال قصف لبوابة المستشفى وسقوط عدد من الإصابات والضحايا في هذا الاستهداف ومثم تبع هذا الاستهداف اتصال هاتفي بإدارة المستشفى وطالب بإخلاءه يعني هذا فيما يخص المستشفى هنا في منطقة دير البلح قبل قليل كان هناك استهداف لمخبز البركة وجمعية دار اليتيم في شارع البيئة في منطقة إلى الغرب من دير البلح هذا المخبز مخبز البركة كان طوال أيام الحرب وتسعيد على قطاع غزة ينتج ويصنع الخبز ويتم توزيعه على سكان منطقة دير البلح يعني هذا من ضمن المخابز الرئيسية لأن يتم استهدافه بشكل رسمي واخراجوا عن الخدمة خاصة ونتحدث على أن غالبية مخابز قطاع غزة الآن جميع خارج الخدمة السكان لجوا إلى الحطب من أجل تجهيز الخبز لأبناؤهم وللنازحين يعني الأمور غاية في الصعوبة مع كثافة النيران والاستهدافات هنا في قطاع غزة أسامة كل الشكر لك حتى الآن سنتعود إليك في هذه التغطية المستمرة من قناة الحدث تحديدا من دير البلح كان معنا أسامة الكحلوت صحفي فلسطيني من هناك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك